بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فلدي سؤال من أحد الإخوة يقول فيه أنا فلان الفلاني من أزهر لبنان أرجو منكم أن تفيدونا في أمر وهو بعد ظهور الداعش حصلت لدى بعض الناس أفكار تقول إن الإنسان إذا ما وقع في شيء يستوجب حدا من حدود الله سبحانه وتعالى كالزنا والسرقة ونحو ذلك يمكن له بل يجب عليه أن يطهر نفسه بالحد فيأتي إلى جماعة معينة تقيم عليه الحد ويتوهم بذلك أنه قد برئ في شرع الله سبحانه وتعالى فما حكم هذا الأمر وهل يمكن أن يطبق الحد شخص غير ولي الأمر أقول وبالله التوفيق هذا سؤال جيد وحسن أولا إن تطبيق الحدود واجب وهي أحكام من أحكام الله سبحانه وتعالى كالصلاة والصيام والزكاة والحج لها شروط ولها أركان ولها موانع مثل صلاة الجمعة صلاة الجمعة لها شروط من شروطها إذن ولي الأمر ومن شروطها الإذن العام لا يمنع أحد من الدخول المسجد مفتوح للجميع ومن شروطها العدد فإذا اختلت شرط من هذه الشروط لم تصح صلاة الجمعة وتحولنا إلى بديلها وهو صلاة الظهر هذا أمر لا نزاع فيه ولا خلاف ولكن حصلت عقدة نفسية لدى بعض الناس حينما سقطت الخلافة والحق يقال إذا ما أردت أن تكون موضوعيا وعادلا فإن تطبيق الحدود كحد السرقة وحد الزنا وحد الرجم وهذه الأشياء يعني لم يتوقف مع الاستعمار أو مع السقوط الخلافة بل تتوقف قبل ذلك ولهم بعض المسوغات آنذاك منها وجود الشبهة وهي القضاة الجهلة الذين لا يفقهون الدين فقها صحيحة فربما طبق الحد في غير وجهه والحدود تدرأ بالشبهات لا أتحدث عن إعجابك بهذا الكلام أو عدم إعجابك به أتكلم عن وجهة نظر علماء كبار كانوا آنذاك الدولة متسعة والدولة كبيرة وليس جميع القضاة على درجة واحدة من العلم وبعضهم ربما كان فاسدا وربما كان مفسدا وهناك تقليد موجود من أيام سيدنا عمر وهو أن قضايا الدماء لا بد أن يبت فيها من قبل ولي الأمر الأعلى فإذا كان هناك في إزهاق أرواح وكذا حتى وإن كان هناك قاضي لا بد أن يطلع ولي الأمر على هذا فولاة الأمر في أواخر العصر عثماني رأوا مشكلات كبيرة جدا مع اتساع الدولة فحصل خلل وعند قاعدة تقول الحدود تدرأ بالشبهات هذه شبهة أن يطبق الحد من لا يفطه أحكام الله سبحانه وتعالى هو سمع فقط النزاني يجلد أو يرجم وأن السارق تقطع يده طيب من هو السارق الذي تقطع يده وما هي الشبهات التي يمكن أن تدرأ الحد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إدرأوا الحدود بالشبهات والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته العملية قد حاول أن يدرأ الحد عن ماعز والغامدية طيب إذن هناك لتطبيق الحدود شروط شرعية كما أن الجمعة شروطا كما أن لصلاة الظهر شروطا كما أن للصوم شروطا كما أن للزكاة شروطا طيب اختلت هذه الشروط فماذا نفعل؟ ذهبت الدولة العثمانية ودخلنا في الدولة الحديثة والدويلات التي جاءت بعد عصر الاستعمار هناك من أثبت أن حكام المسلمين آنذاك ما قصدوا ولم يدر في خلدهم إبعادوا أحكام الله تعالى أبدا وحصل كتاب اسمه التجربة المصرية لشيخنا ذكر فيه بمحاضر الجلسات التي حصلت في بلد كبير وشهير مثل مصر محاضر الجلسات لعقد القوانين ومشروعات القوانين التي قدمت جميعا لم يكن في حسبانهم إبعادوا أحكام الله سبحانه وتعالى أما القضية التي وقف عندها وجود شبهات دارئة للحد اختلف الأمر جدا فرق بين من يعط الأحكام الله سبحانه وتعالى لأنها لا تصلح ويقول هذه غير صالحة التطبيق ولا يمكن أن نطبقها وهذه أحكام ما كان عليها الدهر والشرب وشخص يقول لا هي واجبة التطبيق ولكن لا أستطيع أن نطبقها الآن إذن هذا الذي حصل من شروط تطبيق الحد أن يطبقه الإمام الشرعي المعتبر أو من ينيبه الإمام وهذا غير موجود الآن إذن تعطى الأحكام الله تعالى يا خلا ما تعطى الأحكام الله تعالى ولكن هنا اختل شرط لتطبيقها فإذا عاد هذا الشرط عدنا لتطبيقها مثل ذهاب المحل فك رقب أين يجد رقب لا يجد رقاب ماذا أفعله عطل النص لا النص ما عطل ولكن لا يمكن تطبيق العمل به الآن بسبب موجود مشكلات طيب أين القاضي الذي يطبق هذه وهو مخول من ولي الأمر أن يطبق هذه الأحكام لا يوجد طيب هذا الذي توهمت أنك تستطيع أن تطبق الحد عنده تتفق مع بعض يا أصدقائك وأنت الآن يعني تائب جديد وقال لك لابد من تطبيق أحكام الله تعالى عليك وأنت والعياذ وبالله ارتكبت الزنا فجاء واحد منهم وجلدك الجلد المعروف مئة جلدة على فكرة لو جاء قاضي مسلم بشروح الشرعية سيعيد هذا الجلد لأنه غير معتبر غير معتبر لماذا لأنه لم يطبق من أهله القاضي له شروط معينة فتطبيقك وعدم تطبيقك سوا وعندك بديل يا أخ أنت أيها الواقع في المعصية أنت يا من قرفت هذه الفاحشة والعياذ بالله عندك بديل وهو أحسن من الحد والذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ما هو التوبة توب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر الله سبحانه وتعالى تجد الله غفورا رحيمة لما جاء هذا هزال ونصح ماعزا أن يعترف النبي عليه الصلاة والسلام قال هل لا سترته بثوب ولما أراد ماعزا يهرب قال النبي عليه الصلاة والسلام هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه إذن ليس المقصد هو إزهاق الأنفس وليس المقصد هو إقاع الحذاب عقوبة راضعة يجب أن تعلن ليكوف الناس أما تطبيقها ففيه رحمة الشريعة أولا التطبيق ضيق جدا ويحتاج إلى شروط وشروط قاسية جدا لم توجد هذه الشروط نتحول إلى العقوبة التعزيرية طيب ارتكبت الفوحش أشد الفوحش ارتكبت الزنا والعياذ بالله وأنت محصن تستحق في شرع الله تعالى إذا قامت الشروط والواجبات وانتفت الموانع الراجم إذا تبت يتوب الله تعالى عليك والله تعالى يغفر الذنوب إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما الدواعش هؤلاء والمواعش وكذا والجهل هؤلاء لا يفقهون شيئا في أحكام الله سبحانه ولا يصلحون لتطبيقها وإذا طبقوها بهذه الطريقة ثم جاء قضاء إسلام حقيقي لن يعترف بتطبيقهم سيعيد تطبيقها على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى فتكون قد عذبت نفسك ولم تصل إلى شيء ولا تثاب على هذا الفعل لأن هذا الفعل مخالف للشريعة ولا حول ولا قوة إلا من الله العلي العظيم